اشتركوا في القناة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بعث المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مدلس النواب برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو قال فيها ان ثورة الثلاثين من يونيو قد غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث وخلقت مسارا جديدا للعمل الوطني بعد الاطاحة بحكم جماعة ارهابية ارادت اختطاف الدولة ومؤسساتها فتحية لهذا الشعب العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة عن وعي وادراك منه باهمية الارتقاء بالدولة في ظل متغيرات دولية واقليمية شديدة التعقيد وتحية لجيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل على ما قدموه من واجب وطني ليس بجديد عليهم جميعا اتقدم بخالص التهنئة الى مصر شعبا وقيادة وحكومة بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو حفظ الله مصر ووفق قائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق خير البلاد والعباد بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو جاء نصها يشرفني بالاصالة عن نفسي وبالانابة عن اعضاء مجلس الشيوخ ان ارفع الى فخامتكم اسم ايات التهنئة والتبريكات بالذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2023 تلك الثورة التي مثلت حدثا فارقا في حياة الشعب المصري بل والمنطقة العربية والعالم بأسره لما مثلته من نقطة فاصلة في مواجهة قوى الظلام والتطرف والارهاب فكشفت حقيقتها ودحرت خطرها وانهت وجودها وانني اذ انتهز هذه المناسبة الوطنية لادعو الله عز وجل ان يديم على فخامتكم موفور الصحة والعافية وان يحفظكم ويحفظ مصر وشعبها الابي وان يعيد علينا هذه المناسبة بالخير والامان تحت قيادتكم الحكيمة بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو جاء بها يسعدني بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة ان اتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بابلغ عبارات التهنئة راجيا المولى عز وجل ان يكلل مسيرتكم الوطنية المعطاءة بالتوفيق والسداد يأتي احتفالنا بتلك الذكرى الوطنية تكسيدا لنجاح ارادة شعب ابي احتمى بحكمة قائده وثار في وجه جماعات الشر بدافع الحفاظ على هوية وطن اهدى للانسانية منذ فجر التاريخ قيم الحضرة ليسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود وستبقى على مر الزمان تحكي لقادم الاجيال ملحمة من العطاء والانتماء والفداء لترابي هذا الوطن العزيز حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم انه تعالى نعم المولى ونعم النصير وكل عام وسيادتكم بخير عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف تقدم الاعمال في مشروع الفستات كمزار سياحي بحضور دكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في مستهل الاجتماع اكد رئيس الوزراء الاهمية التي توليها الدولة المصرية لمشروع تطوير منطقة الفستات مشيرا الى ان هذا المشروع يتضمن تطوير مسطحات خضراء شاسعة واقامة حدائق عامة فضلا عن انه يجتمل على تطوير الكثير من المزارات السياحية وهو ما يتماشى مع توجه الحكومة لزيادة اعداد السائحين الى مصر وشدد رئيس الوزراء على اهمية العمل على تسريع معدلات تنفيذ المشروع من خلال دراسة طرح بعض مرافقه ومكوناته للتشغيل في اقرب فرصة ممكنة بما يساعد في دخول المشروع حيز التشغيل بشكل تدريجي لاسيما بعض المرافق الخدمية والسياحية الجاري تنفيذها ووجه رئيس الوزراء بالاعتماد على افضل المشغلين للمشروع حسب المرافق المختلفة وبما يسهم في توفير افضل خدمة ممكنة التقى الفريق اسامى عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة بالفريق اول زفرين مامادو رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية افريقيا الوسطى والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي التقى الفريق اسامى عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة بالفريق اول زفرين مامادو رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية افريقيا الوسطى والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء اخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وانعكاساتها على الامن والاستقرار داخل القارة الافريقية كذلك مناقشة سبل دعم وتطوير افاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين الصديقين واكد رئيس اركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة التي تجمع القوات المسلحة المصرية ونظائرها بالدول الشقيقة والصديقة مشيدا بتنامي افاق التعاون بين البلدين على نحو يلبي المصالح المشتركة في المجالات العسكرية والتدريبية من جانبه اعرب رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية افريقيا الوسطى عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر وافريقيا الوسطى مشيدا بالجهود المصرية لدعم الامن والسلم في القارة الافريقية حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين